كويس بس انت بتتكلم في نقطة أو في الشقة المهمة فكرة هنا العامل النفسي أو التعامل النفسي قبل مباراة العودة قبل أي مباراة كمان بيبقى مهمة جدا جدا فكرة ان انت تشتغل على تصايح برضو بعض الأخطاء اللي بيكون يعني أهمها برضو لو احنا بنتكلم في مسلسل هنا هسميها كده اهدار الفرص حقيقة لغير طبيعي يعني انبارح وانت بتتفرج يا كريم ماشي النتيجة لصالحك بس في نفس الوقت انت شايف قدامك كذا فرصة كان ممكن من خلالها انت مش بس تسافر وانت عندك ثقة أو متطمن لا انت تسافر وانت حطت رجل على رجل زي ما بتقال يعني برضو ده زي ما بتقال لا ممكن يحط القسم تحت ضغط كمان جماهيره في شكل كبير جدا ومننساش بقى خلاص يعني فترة اللي جاية ان شاء الله برضو هتبقى فترة حاسمة جدا هتبقى فترة حساسة جدا فزي ما انت قلت يا كريم انت مسافر على ارض الخسم هتبقى دحت ضغط برضو جماهير كبير بس لو رجعت بالتاريخ بتاع الاهلي برضو هتبقى واخد بالك ان احنا على فكرة والبعض له هذا الرأي ايضا يعني انا بنقله لحضراتكو ان الاهلي لما بيلعب خارج ارضه بيلعب افضل حتى تحت هذا الضغط اللي بيكون ضغط هجومي جدا كمان طبعا من قبل الجماهير او من قبل القسم كمان في اللحظات الاولى بس احنا عندنا برضو على كل حال فرص ان احنا نسجل والاهم كمان احنا مطلوب مننا ان احنا نفرد شخصية النادي الاهلي خارج الملعب زي ما احنا متعودين تاني زي ما احنا متعودين وزي ما النادي الاهلي معودنا فعلى كل حال ربنا يسهل في الفترة اللي جاية